يعلم بحضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم قبل الفاصل إحنا الحمد لله ربنا كريمنا بأبطال عظيمة جداً في مصر وتحديداً بلاتنا أبطال من هم صغيرين إنجازات في كل البطلات شغل محترم دايماً مشرفيننا دايماً رفعين راسنا نهاردة معايا ضيفة عملت إنجاز هو الأول في تاريخ مصر فأنا فرحان بصراحة أنا فرحان باتشرف بهذا اللقاء جداً يعني وباتشرف بيها جداً وكلنا فرحانين بيها جداً يومنا عياد بطلة الملاكمة المصرية التي تأهلت لأول مرة عن لعبة الملاكمة بنات لأولمبيات باريس 2024 يومنا منورة دنيا ومبسوط وفرحان بسلام ربنا يخليك أخبرك إيه؟ الحمد لله كويز الأول ألف من يوم مبروك الله يبارك في حضرتك وليه الأول إحساسك كده وإنت بيتقال قبل اسمك أول وحدة يعني حاجة كبيرة أوي طبعاً بحيث بالفخر وسعادة كبيرة ما تتصفش شرف كبير طبعاً طيب نبدأ الأول عشان إيه؟ يومنا شكلها متوترة وأنا وعدتاني أنا هسألها أسئلة سهلة عشان ما خدش واحدة كده في الآخر حاجة بطلة يعني وفي الملاكمة كمان فأنا هسألك أسئلة سهلة كلها سهلة يعني وبعدين تفرحانة هسألك أسئلة صعبة إيه؟ يومنا البطولة نفسها اللي هي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبيات باريس حكيلي عنها وأنت داخل البطولة وبتغل التصفيات أنت كنت تعرفة أنك هتوصل للمرحلة ديت؟ أيها طبعاً لأن إحنا استعدنا جامد وده بتوفيق من ربنا وكان مشارك معنا في البطولة عدد كبير من الدول في أفريقيا كم لعبة أو كم دولة شاركوا يعني؟ تعرف العدد؟ لأ بس كان عدد كبير كبير وإنتي وصلت للمباراة نهاية لأن الأدوار اللي إحنا لعبنا منها كان دور الـ 32 وكانت الأدوار وأنا بقرأ شوية عن تصفيات قبل ما أدخل لقيت كان في 40 لعبة موجودين ولقم ده مظبوط؟ أو تقريباً يعني مظبوط؟ أه ممكن تقريباً 40 لعبة وإنتي وصلت للمباراة نهاية شغلة عالي جداً طيب إيه المرحلة الصعبة اللي إنتي عادت بيها في هذه البطولة إيه المباراة اللي إنتي قلت لأ الموضوع شكله بيبعد بيبعد؟ أه يعني حسيت أن المباراة صعبة جداً فأنا ممكن أخسر فممكن معرفش أوحاق حلم اللي أنا أوصل للإلمبياد لا مش كده ممكن تبقى المباراة اللي هي اللي هو الخط الفاصل بين التأهيل أو لا اللي هو كان دور الأربعة مع الجزائرية هي دي دي كانت أصعى المباراة بالنسبة لك المباراة دي خلصت كاما؟ مشت إزاي؟ خلصت تلاتة واحد خلصت تلاتة واحد كان فيها أي حاجة صعبة أو أنت كنت حسيت أول ما بدأت المباراة من المباراة سهلة خلصوا هارفك سابعة لا بالعكس خلص المباراة الماتش عبارة عن الجولة فيها الماتش عبارة عن تلات جولات والجولة تلات دقائق هاي تمام؟ فأنا أصلاً كنت خسران الجولة الأولى عشان كده الماتش خلص تلاتة واحد فأنا كنت خسران الجولة الأولى الجولة دي تخليكي بقى تقعد تتفكرش في اللحظ دي بقى فكرتش فيه تعرفة فجأة الأفلام صح؟ اي فجأة الأفلام كلها بتفرج على الأفلام مصرية وأجنبية دايماً لما بيجيبوا رياضة أو بطل في مسلسل أو فيلم مصري أو عالمي يجيبوا ملاكمة بتشوفي بقى الضربة اللي هو بتاعت إيه وهو بيلعب فخسر أول جولة فبيفتكر مش عارف مين فاكرة عارف أنت الصور دي ت اه انت بقى في اللحظ دي كنت بتفكري في إيه وانت خسران أول جولة اللي هو إزاي المفروض أن أنا كنت كذبانة في الجولة الأولى فلما الكابتن قال لي انت خسرانه اللي هو إزاي يخسر دا الحلم بتاعي دا الهدف اللي أنا جيت عشانه مش هتنازل عن الحلم بتاعي فهو بدأ يهديني ويقول لي هنعوض في التانية والتالتة فجينا في الجولة التانية كنت كذبانة 3-2 والجولة التالتة كنت كذبانة 5-0 في الجولة التانية أول ما كسبتها حسيت أني خلاص المباررة جات بحتبقى بتاعتك حسيت أني انت سبت بس طمعا هي أنا بحب إيه عارفة اللحظات اللي هي النفسية بقى الصعبة دي اللي انت بتحكيها دي اللي هو بعد أول جولة أنا بخسر وانا مش عارفة أنا خسرانه فتبدأ الأمور بالنسبة لك تضلم يعني هو أصلا لما قال لي أن أنا خسرانه الجولة الأولى أنا اتضايقت وتعصبت وعطي زع قال له إيه إزاي إزاي أنا يعني إزاي أنا خسرانه هو عادي يهديني بقى يقول ليه دي عشان نقدر نفكر نقدر نرجع المباراة تاني لنا يعني لأننا كان قدامنا جولتين فكنا نقدر نعوض فيهم الحمد لله بس رحب أسرح في خيالك شوية انت اللحظة دي بقى عدت تتفكري فيه غيري أن انت ممكن تخسري المطش إنه أنا استعديت وتعبت وأهلي كانوا معي ومدربين كل دا جي في دمارك كل دا جي في بالي والتعب اللي أنا تعبته دا الحلم اللي أنا كان نفسي فيه بعد كل دا أخسر المباراة دا الهدف اللي أنا جاء عشانه أصلا أنا الماشه الدرامي يعني عارف اللي هو الماشه الدرامي كده اللي هو هنزل وهكسر الدنيا يعني اللي هو هكسب الجولة التانية والتالتة أنت ليه أصلا في الأصل لعبتي ملاكمة يعني عادة في مصر تحديدا مش في العالم كله بلايك بتروح لألعاب شوية ألعاب خفيفة كده تروح اللعبة صعبة ليه خلاكي أو إيه اللي خلاكي تفكري في اللعبة وبعدين قابليكي أنت أول واحدة أول مصرية توصل لأولمبياد فأنت ما عنديكيش حد مثلا تقولي إيه أنا نفسي أطلع زي فلانا لأ دا أنت من دماغي كده أنت قررت تبقى أنت البطلة ليه الملاكمة؟ هو أنا أصلا في البداية كنت بلعب كاراتيوة أنا صغيرة ولعبت كونفو وكيك بوكسنج ومواي تاي والكابتن عارض علي قال لي أنت إيدك كويسة وأقوى من رجلك تمام؟ إيه رأيك نلعب ملاكمة وعرض علي وخليني أحب اللعبة جدا تمام؟ وخصوصا هي اللعبة أصلا دفاع عن النفس باللعبة أولمبية وأنا كان نفسي أتأهل للأولمبياد يعني كان عندي الحلم والهدف دا من زمان ولما لعبتها حبيتها جدا اللعبة دي ودخلت فيها بطلات وكسبت وحقات الحمد لله تتعنيك عشرين سنة صح؟ ايه عشرين سنة دا يعني أنت بتحكيلي تاريخ في الرياضة لو أنت بعدت على كل العب أنت بدأت إمتى تلعب الرياضة؟ وانو أنا صغير تسعة سنين عشر سنين كده تسعة سنين من اللي كان بيساعدك بقى ومن اللي خدك وقال لك يالله تعالين لو نلعب الرياضة؟ ماما وبابا هم اللي كانوا مخترعي هم كانوا أكتر دعمي لي وكدت تعمهم معك طبعا جدا جدا يعني عشان يعني وبعدين أنت واضح أن أنت عندك شخصية يعني اللي هو إيه لا أمش عايز على العبدية أنا عايز على العبدية أنا عايز على العبدية يعني مش هم اللي بيحركوا جيه على مزاجهم؟ لا خالص اه إمتى مرة قالولك مثلا ما بلاش ملاك ما يلعبي لعبة تانية؟ لا خالص بالعكس يعني هم شايفيني بنجح في الحاجة دي وحب الحاجة دي لا فهم بيدعموني هم معي وبيشجعوني دايماً في داري احساسي كده بيقولي أن أنت شطرة في الدراسة؟ ايه احساسي صح ولا غلط؟ لو غلط ودي غلط مش مشكلة لا صح صح؟ اه أنا في كلية التربارة دي جامع الدميات اه في الفرقة الثالثة في الفرقة الثالثة ايه الدراسة بقى مع اللعب والبطولة والتدريبات أنا عارف أكيد أنت بتعمل تدريبات كتيرة قوي مجهود كبير جدري زي بتعافي التوفاية بينهم يعني ايه في البداية بنظم موقتي اه بحاول لوفق مع التنظيم في الوقت بين الكلية والتمرين والتمرين ولما بيكون عندي معسكر أو بطولة وكده ببلغ الكلية من قبلها هم طبعا بيكونوا دعم لي وبيشجعوني وبيساعدوني ومدكاترة كده بيساعدوك تولي الوقت؟ محدش بيقولك مثلا لا ركزي معانا وملكيش دعوه بالرياضة؟ لا خالص في ايه صعوبات وجهتها بقى في المرحلة ديت يعني حد مثلا قالك لا انت مش نينفع انت مش تلعبي انت مش مؤهلة في ايه حاجة دقيقتك في الفترة دي؟ ولا كانت الامور كلها ميسرة؟ لا هو ساعات بيبقى في بعض الانتقادات بس كل ده انا باخده ليا حافظ باخده ليا بطريقة ايجابية باخده ليا بطريقة ايجابية اللي هو لا انا هبقى كويسة انا هبقى احسن انا اللي هوصل اه بتلعب عشان تدفع عن نفسها تبقى يعني عندها فتنس كويس انت وانت بتلعب بالالعاب دي كان ده هدفك ولا كان هدفك بطولة؟ انا كان هدف الاولمبياد اه واحد ده الهدف اه اه كده كده ده الحلم بتاعي لنفسه صحيح هو اصلا في الاول والاخر فاللعبة دي دفع عن النفس وفتنس فانا كده ولا كده هنمي وهقول حاجات دي ممتاز حد دقيق كابل كده وديت له واحدة كده خطاف اسماها خطافي ولا خطف مفيش حد دقيق كابل كده؟ لسه لا طيب انت بدايق مني للوقت؟ لأ عشان يعني 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 عايد حساباتي في الكلام؟ لأ وليلي بصراح عشان ما نخلص الهوا ورح مديني واحدة وانت ماشي مفيش انت عندك اخوات في البيت صار؟ اه بتاعني معهم ازاي؟ اعيني اللي بزعلك؟ لا والله هي امانة بأمانة انا اللي بدره لا والله طيب انت مفروض دلوقتي هتبقى في مرحلة الاستعداد للأولمبياد صح كده؟ اه بإذن الله هتعمل ايه بقى؟ في معسكرات؟ في شغل؟ في ايه البلان بتاعتك بقى لحد ما توصل للأولمبياد ان شاء الله؟ لما تبقى موجودة في الأولمبياد؟ حاليا ان البلان بتاعتنا تبقى تابعة الاتحاد وهو هيخلينا العسكر ان شاء الله بس ده لسه ما هو يقول لنا ان شغال عليها ايه ممتازة جدا مين من اللي عبت الملاكمة في مصر انت كنت بتشوفيهم؟ وبتقولي انا عايزة ابقى سيهم حتى لو رجال يعني عشان مفيش زي مطريك بنات وصل للأولمبياد فانت اول واحدة مين حتى من الناس اللي انت كنت بتشوفيهم تقولي يا رب بطلع زي دول؟ اه اكتر حد كان بيدعمني بيقف معايا وبيشجعني ويكلمني عن اساطير الملاكمة والناس دي كان الكابتن بتاعي كابتن واق الفحر هاي وكابتن عربي ويسري دول كابتن الفريق اللي معانا اكبر الناس معانا في الفريق ممتازة كابتن واقل بقى تحديدا ايه قوليلي بقى مادة تأثيره في اللي وسلتيله ده عشان برضو رجل ياخد حقه يعني هو كل حاجة هو دايما بيشجعني يوقف معايا بنتمرن مع بعض على طول بنتفق الصورة دي ايه بقى؟ دي لما رجعت في المطار ويسري لما رجعت ان دي في المركز الومد اه وكمان فيه صورة جاية بعدها صورة مهمة هتهلنا جماعة الصورة اللي بعدها على طول اه دي صورة للكابتن محمد يهاب بطل رفع الأسقال السابق بطلنا الأوليبي يعني شيء هو استقبلك في المطار؟ اه قالك ايه؟ استقبلنا كلنا في المطار وقعد يردنا ألف مبروك وشجعنا وكان دعم لنا وهو موجود اه واتصور معنا حيل فكرة ان انت تروح الـ طبع لا اعايز ارجع الاول للتدريبات بتاعتك كنت بتتدرابي يوميا ايوه يوميا كم ساعة؟ اقول اه لا اقول ما تتدرابي ممكن ست ساعات ست ساعات بتتدرابي؟ بجد اه لابنت مرن ثلاث مرات في اليوم اه ده في لعيبة كرة او مرتين لعيبة كرة لما المداري بيقول لهم التدريب النهاردة ساعة بيبقوا مدايقين ومزمزقين جدا يعني لا خالص خالص ست ساعات اه ست ساعات ده يعني انت ما جيتش في مرة تقولي لا انا زيت بقى من التدريبات وهكلمك بصراحة تمام؟ هكلمك بصراحة قوي يعني اه انه انت بنت لسة صغيرة اه في صحباتك تعالي بقى ننزل نخرج تعالي نحناكل بوضي بقى الفتنس بتاعك ده وتدمري حياتك مانا لا انا عايز انا كمان وهم كمان عايشين حياتهم انا كمان عايش حياتي انت حط حاجة قدام عنيك وعايز توصل لها مبيلعبش مبيجيش في المائك مثلا انه لأ تم خلاص كفاية بقى تدريبات انا زيت اه ولا حضرتك هو انا قلتلك ان انا عندي هدف اه فاكيد لازم اوصل للهدف ده بالعزمة والاسرار اكيد هوصل لي اه فانت عايز توصل اه انا مستقرب من حاجة جدا بصراحة ايه انت على حالة بتنموناك ما حاجة قوية جدا انا عاديين من كده بلوقتي انت هادية قوي هادية كده ورقيقة وخالص ازاي بقى بتعرفي تتحولي شخصيتك لما تطلع على الحلقة وتبي قوية جدا او انا لما بطلع على الحلقة بانت كل حاجة ده بيبقى قدامي خصم فاكيد فهيبقى فيه فائز او خاسر هم كده لما هاكيدك انا بقى موقف انا بحسه من الابطال ماعرفش انت بتحسه ولا ساعات لما السلام الوطني بيتعزف وعلم مصر والحاجات دي كلها انا بقى بشوفها في التلفزيون جسمي بيعشعر بقى وحس انه وعايز اقوم كده تنطط وعايز انا بقى موجود في مكانك وحس كده انت بقى بتبقي حاسة بايه فرحة وسعادة كبيرة طبعا ما تتوصفش تبقى حاجة كبيرة جدا تحس بفخر وان عالم بلدك بيبقى مرفوع والنشيد الوطني تبقى حاجة كبيرة تحس بالفخر واعتزاز بنفسك كده صحيح تحسلوه يعني انا رعبت في السماء واحنا كبا برعبتنا تبقى في السماء بسببك يعني احنا كبيرنا الولمبيات بقى انت حسة نفسك هتعمل ايه في الولمبيات انت عنديك هدف انك توصير الولمبيات في الولمبيات بقى هدفك فيها ايه ان شاء الله هحقق ميداليا فيها حسة كده او بإذن ذا في فرق من انه انا بقى عندي طموح وباحلم ايه ولازم احلم ويبعدني طموح عشان اخد ميداليا المنافسة بقى نفسها انت بتبقى عارفة اللعيبة اللي هتلعب وعارفة وعارفة اه انا فين وسط الناس اللي في العالم كلهم ايه انت حسة ان انت في مكان اتخليك تاخدي ميداليا ايه طبعا حسة بكده ايه ايه انت هناخد ميداليا انا عمالة راجعك واوديك اهو ايه انت عشان هجيبك تاني وقولك انت واتلي هاخد ميداليا لو مختياش اساق بلعب ملاكما برضو اسم شاوي يعني عشان مرصب مقبارش عنها هايل هنروح الولمبيات ناخد ميداليا احنا في مصر هنا الحمد لله ربنا كريمنا بعدد كبير من الابطال ايه طبعا ليكي في الكورة الاول انا منكيش في الكورة حد قالك الكلام ده قبل كده. او بيودي يتكلموا معنا كتير عنه. عن محمد صلوح صحة كده? ايه. بعد كده يتكلموا على يومنا عياد. يعني هم بعد كده يتعرفوا يومنا عياد. من بلد يومنا عياد. بص يعني فرحان بالقعدة ديت. ومبسوط بيك جدا. انا حسنها فخور قوي. وحفرح قوي لما ان شاء الله بعد الولمبياد تكون يدفتي هنا. واحنا بنحتفل بالميدالية ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك يومنا شكرا جازي. ان شارفتيني ومنورتيني. شكرا. لك اللي كانت مع البطلة المصرية يومنا عياد. اول بطلة للملاكمة. تتأهل من مصر الى الولمبياد. الولمبياد باريس 2024 ان شاء الله. وعدتنا من ميدالية. ان شاء الله. نحتفل معها بالميدالية. ميدالية الولمبياد باريس. ان شاء الله بعد انتهاء الولمبياد.